ألو أيوة إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام إزايك؟ الحمد لله بخير والله حظي يعني سبحان الله مفيش مرة اتصلت بحضرتك إلا لما بيجي كده طيب ده حظي أنا الحلو لحضرتك بتبقي موجودة معنا دايما أنا كل مرة ببقى إيه بقول أحضر كده عشان أشكره في الأول ربنا يخليك ولا ولا أستحق شكر ولا أستهل أي شكر أنا اللي بشكركم على محبتكم الغالية لا مستر قسامة حضرتك بالنسبة للجيلي أنا عندي 33 سنة إنت بالنسبة للجيلي يعني فترة الـ 15-20 سنة اللي هو عيشت معينا مرحلة إن إحنا كنا مراهقين وكبيرنا بقى بقينا يعني ستات ورجالة وكده فكرة إن صوتك بس بالنسبة لنا الإنترو بتاعت البرنامج كده بترجعني يا وانا تقديدي بترجعني سنين فإنت بالنسبة لنا إيه أنا أكيدة إن كل جيلي بيحس كده اللي هو عليه ما كده ربنا يخليك ده من محبتك بس الغالية وبشكرك على المحبة وثقة الغالية دي طيب قوليلي بقى يلا ندردش التملك اللي بتتكلمه عنه أنا كواحدة مجوزة يعني أنا يعني حعيش التملك بكل ما تحمله الكلمة من معنى أنت اللي بتتملكي ولا هو اللي بيتملكك لا أنا عيش أبو يعني أنا 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 هو جوزي متملكني بس فالحقيقة بقت هو أنا أخي المرة كلمت حضرتك تتكيرني على فكرة إن هيك هتقريب وانتواخد قرار حتى إن أنا مش هتكلم عشان تعرف حتىك مؤثر قدقي وانتواخد قرار إن أنا مش هتكلم أصلا تنيس برنامت وهو في جاية تتكلمك وفيش طايدة طيب قوليلي طيب إيه الحكاية ونحاول نحلها سوا هو أنا مجوزة ويعني وصل للمرحلة إنه هو لنا يعني عارفة أكمل ولا ينفع مفصل ولا زهقت من الأقلامة كمان يعني اتأكلمت خلص بقى بقى إيه مثلا عشر سنين مجوزة حتى الأقلامة دي زهقت منها فاللي هو أنا وقفة في حتة كده طيب تعايين قول ما بداية أنت يقولكي لا أدر أكمل ولا هينفع عن فصل أو تيجي نقلبها أو إيه زي مش هينفع عن فصل أو ولا أدر أكمل أو جدا طيب يبقى أنا عندي حاجة موقفاني يسمعها مش هينفع عن فصل بس مش قادرة أكمل ليه بقى مش قادرة أكمل تعالي نفكر نفك طلاصم حدوتة مش قادرة أكمل دي الديني الديني يعني العقد اللي مكالك عليك الحدوتة أكبر عقدة أكبر حاجة أكبر مشكلة إحنا مختلفين على هو تمام بس أكبر حاجة إن أنا عندي شخصية مه وللأسف هو ما عنده شخصية فيس بقى على ما عنده شخصية حيبو قوي بس استني بس تعالي نحللها لأن كلمة عندي شخصية وما عنده شخصية دي دي وجهات نظر مه طيب أنت عندك شخصية إزاي وهو ما عنده شخصية إزاي أنا عندي شخصية بعرف عندي شخصية بمعنى بمعنى يعني يعني بعرف أسوق الدنيا وعرف أقود الحياة تعرف تقولي لأ لأي حد في وشه وتعرف تقولي آه وتعرف وبعرف أخذ قرار هو خجول شوية جدا آه بيتكسف من الناس آه هو يعني لما أسفل أنا أقول هو بيتكسف مننا شخصية لا يعني لو هباشت فيه بيقوم كاشش آه لا أنا مش كده يعني مش أخليقي بس فقط لبيرو وعلشان ما بقاش حتى في التقودي إن هو أضعف مني يعني فما بق بحاول طول العمر عمالة أقنعه إن هو اللي بياخد القرارات وأنا اللي بعمل كل حاجة طول العمر بسنج في الدنيا إن هي أنت عشر رجالة في بعض بس الواقع اللي أنا مش هينفع أقوله الحاد ده إن لأ أنا لما شاء الحياة لدرجة إن إحنا لما بق بعد أقوله بسيس أنا نفسي نفسي ما بقاش متجوز يعني إرخامي الوجه اللي بيقول لي أنا مش هعرف والله بحرصيا أنا مش هعرف عايش لوحدي من غيرك أنا أنا يعني إنتي اللي عاملة كل الحياة أنا عايش لوحدي إزاي فنظرة الستة عموما إن هي تبقى شايفة الراجل كده مش قلطف حيجة إن هي تكمل مع حياتها وأنا برضو في مجتمع يعني مجتمعي أنا وهو يعني الحمد لله رب العالمين راقي شوية فأصلا لأنا بقوله يعني ما ينفعش أصلا إن أنا أصرح بي ده 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 يعني أنا بكلم حضرتك أكاني بكلم نفسي لحد إنت وبردو إحنا لازم نحط في العتبار إن إن الستة دي ست يعني آم يعني طب أنا عايز أسألك عايز أسألك سؤال آم كتير جدا من الرجالة أو من البني قدمين آم بيبقوا يعني عندهم شعرية خجل بيبقى ناجح في حياته العملية ولكن في حياته الاجتماعية مش قوي محدش فينا كامل تمام آم إنما أنت شطورة في حكاية الحياة الاجتماعية دي والعلاقات والشغل والكلام واللهات والخد والشرة والبيع آم هو فاشل في شغله ناجح جدا هو عملي بس آم يعني مستعيز يشتغل طول حياته ما يرجعش أجازة يعني عايزي ما ديش مشكلة طبعا يعني هاي نشكدها طب التالي بس هوم حقا ناجح في شغله آم طيب أنت شفتيه في شغله لأ لما بيجي بقى يحكمي حتى مشكل الشغل بتاعته برضو ما بياخدش حقه لو حاجة فيها حقه يعني ما ينفعش أنا بعد أقوله طب ما ممكن يكون هو شايف أن أخدان الحق بالطريقة اللي أنت شايفاها ممكن تسببه خسارة أنت مش قادرة تقايميها ما تاخدش حقك بليش مثلا أنت معين يعني حد أقل منك ده ما ينفعش يعني أنا بكلمك بديهيات ما ينفعش حد أقل منك يقوم عامل تصرف أنت تقول إيه ما عليش معين الغالبين ما ينفعش ما أخد عليك يعني في حاجات ذي أساسيات ما تاخدش حقك بس ما تخليهوش يعني يطلع سلمك يطلع على رقابتك أو الحياة كده بقى طب على فكرة جوزك ده طيب قوي ده إنسان طيب على فكرة هو مش طيب هو ما تعلمش الأسف في بيتهم يعني يعلموهم تعليم خشفه كلية وذكره ما علموهمش إحساس ما علموهمش مشاعر ما شاكش أمه يعني ما شاكش السيت بتتعامل إزاي فعرف يعامل السيت هو ما شاكش لحد النهاردة لو بابا ومامة بينهم مشكلة بيقول لي أروح أحيل المشكلة عملي وليلي فأنا بحتة أنا كسبت يعني أنا مش صليطة خالص يعني أنا جميلة وأسيب لك حرية كمان اللي أنت عايزه وما بحضش أحس إن أنا أنا أصلا مش عايز أحس الإحساب ده أنا بعمل كل حاجة طيب أيوما أيوما أفضل يبقى كده وخجول وشوية عنده شوية مشاكل ولا يبقى راجل فرود مع عفرط وخاين ومتشقلب وكل يوم والتاني مع واحدة شكل ما أنا شخصيتي أنا شخصيتي كنت بحث يعني كنت بحث إن أنا إن شاء الله مفتحة وكل حاجة وحتى لو خدت واحد إن شاء الله هبقى مركزة وكده بس مش كده برضو يعني مش واسط يعني هو طيب ما يمكن أنت اللي شطر قوي هنعملك إيه أنا لو أتخطي في مكان بس بس فيه مشكلة بقى شيلي 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 طيب بعدين أنا بتعبت طيب أنا عايز أقولك حاجة عاد عاليش سوري أنا راجل متجوز بقى لي من إيه تسعة وتسعين ما شاء الله حاجة كده أو من ألفين مثلا تسعة وتسعين أه زوجتي ستة عملية جدا أه وتسوق كتيبة قدامها أه أوكي وما بتشتغلش لأن أنا عادتها في البيت عشان كان ظروف حياتنا ما ينفعش حد يشتغل الصبح وحد يشتغل بالليل يعني كده يعني عيا كان وعندها شخصية قوية جدا وبتقدر من منظمة ومترتبها وخلافه أوكي أنا مش شايف إن ده عيب أوكي ومش شايف إن هي عيب إن هي مرتبها لي حياتي ومرتبها لي دنيتي ومرتبها لي الدنيا كلها وأنا بشتغل وبنجح وباخد خطوات مش لازم إحنا بنكمل بعض مش لازم إحنا اللي اتنين نكون شخصيتين قويتين جدا وطيحين في البلد ونتحول إلى مراكز قيادية كل واحد فينا مسك وزارة مثلا كمان كم سنة ميش بس دورك بقى كراجل وست إيه إحنا بنتكلم شخصية ضعيفة ميش أوكي طيب خلينا أسألك على سؤال سؤال سخيف شوي آه العلاقة الحميمية هل بيبقى كويس في العلاقة الحميمية ولا برضو حضرتك اللي بتقودي هذه العلاقة آه مش هعرف أقول بس آه حتى لو قلت من على وش كده زي ما بتقوله آه لأ عمري ما كنت مرسل تقصرته في الموضوع ده عمرك ولا مرة ولا مرة للأسف من وانا عريق يعني الأول ما تدوزت حسيتني في حاجة غلط في الحياة إن هو عايز حدي فكه طب طب أنا بنت يعني طيب جميل بس هاي هل العلاقة تبقى نقصة مش كاملة آه لا أمرها ما كانت آه لطيفة آه طيب اتكلمتي معايا في حاجة زي كده آه للأسف وكان رد فعله إيه هو شايف إن هي لطيفة أول ولا شايف إن دي آخر إمكانياته لا هو شايف إن هي لطيفة كده تمام ما فيش مشكلة هو كان يعني الموضوع ده هو بارد للأسف مم فهو يعني هو بارد عموما معايته في الحياة أكيد الشغطية أصلا السلبية بتبقى بارد دي آه مم فهو بارد كده كده فالموضوع ده كان ده بزيط يعني كان كده يعني آه واخدينه كده أي حاجة في الحياة ما لهاش إحساس وما لهاش معنى وما لهاش طعم مم فأنا مع الوقت آه تقفلت من الموضوع ده مم وكاد غلط إن أنا رحت قلت له أنا تقفلت أنا 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 مش عارفة ميلي أنا عايزة روح له دكتورنا أنا حسن في حاجة فأول ما قلت له أنا تقفلت أم قافل هو راخل لا برضو برضو تعامل غلط برضو تعامل غلط وبقى يقول لي آه تمام وتمام شو في بقى تعالي وشو في ميلك يعني فيها بل بقى في موضوع هي أصل الحدوتة بتبقى ما نتكلم في الموضوع ده فلما تقولي له أنا تقفلت يعني معناها أنت فشلت معناها أنت فشلت غير لما تقولي له أنا الموضوع ده محتاجة فيه واحد اتنين ثلاثة ناقص عايزين نبقى نكمله هي الفكرة كلها إزاي نهندل العلاقة وإزاي نتعامل مع العلاقة وإزاي بص يا بنت الناس هرجع أقولها لك تاني أنت قلت في أول المكالمة أنا مش هينفع عن فصل آه يبقى لازم نتعامل مع الوضع الحالي طب ممكن ناخد رأيك في الحتة دي تفضلي ينفع أنففك بالإكراه كده يعني هون مش رودي أنت عندك أولاد أخ كبير يعني أنت عندك أولاد عندي أولاد طيب هل في حد تاني يقرب منك في حياتك لا ما فيش في حد قرب كتير بس أنا ما بقى أنا أصلا آه لا أثناء ما بقى آخر مرة كلمت حضرتك فكرك بيت في كلم جدا آه قلت لك إن أنا كلمت في برنامج وقلت مشكلتي وفي حد يكلمني آه طيب هسألك سؤال تاني آه آه إني انفصلتي النهاردة آه هل متخيلة شكل حياتك هيكون عامل إزاي هل هتختاري راجل تاني تعيشي حياة تانية تتجوزي من أول وجديد وتخدشي في تجربة جديدة بزوج جديد بأولاد جداد آه لما بفكر كده بقول لو فكرت اتجوز لأني مش هقول لا أنا هتطلع عشان ما تجوز لا ممكن 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 بس بقى يعني مش ده الهدف اللي أنا متطلقة عشان لا لو حاجة نسبت ظروفي تاعتها أوكي طيب لو مش ده الهدف ده لو مش الهدف اللي انت بتتطلقي علشانه لأنك عايزة راجل بمواصفات أخرى بعلاقة حميمية بشكل أحسن يعني انت مش عايزة ده مش هو ده الهدف دلوقتي بتاعك انت بتتطلقي عشان زي أنا من الوضع جدا يبقى من سخي أنا كل حاجة أنا كل حاجة ما نسخيش تتطلقي عارفة لو بتتطلقي لأنك كمرأة مش قادرة تتحملي عدم وجود علاقة حميمية مش قادرة تتحملي الزوج بالشكل ده مش قادرة تتحملي خلاص أنا عايزة رجل في حياتي عايزة رجل يقود العلاقة عايزة رجل أنا عايزة راجل آه هقولك تطلقي خلاص بقى انت يعني بدل ما يحصل حاجة وحشة إنما بما إنك مش هو ده الهدف إنما أنت زهقانة من الوضع يبقى نحاول نطور الوضع ونتكلم فيه ونتكلم فيه بحساسية شوي يعني ما يتخدش بقافش يعني نحاول نفهمه إنك ما تكسفش من حد مش هيدرابك ولا يعملك ولا بتاع ما تحرجش أنت محرج أنت أصلك جميل أصلاً أنت أخلاقك عالية أصلاً أنت متربي أصلاً أنت مش عارف إيه ودي ناس وحشة ما ينفعش يديله على وشه عادي خالص ولا تفرق معي ولكن بالتدريج